سلام عليكم ازايكو شباب اخباركو ايه كل سنة وانتو طيبين ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة محاضرات الفاسكولايتس ياريت اللي يظهر يطميني بس انه الصوت واضح تمام احنا كنا ابتدينا من فترة ان احنا ناخد الفاسكولايتس واخدنا بالفعل اخدنا التكياسو واخدنا ابتدينا في واخدنا بالفعل ندوزة النهاردة الدور هناخد الكوازاكي بس قبل ما ابتدي الكوازاكي انا عايزة افكركم تاني ايه هو الميديم فاسل فاسكولايتس وهرجع هنوريكو دلوقتي الصورة بتاعة الكلاسيفيكيشن بتاعة الكلاسيفيكا الكلاسيفيكا الفاسكولايتس مرسيا ماروة ربنا يخليكي ان شاء الله كده تبقى تجربة مختلفة وانكرارها كتير باذن الله دي ولاد الرسمة الشهيرة بتاعة الكلاسيفيكيشن بتاعة الفاسكولايتس قلنا اللارج فاسل هو الاورتة والميدر برانش يعني ايه ميديم فاسل؟ الميديم فاسل هو في الاصلة اصلا هو لارج ولما دخل الارجن يعني لما دخل العضو ابتدى يتحول لميديم فاسل زي ايه؟ يعني الرينال ارتري هو لارج دخل الكيدني وتفرع لارج وتاركت ارتريز وانتر لابيلور ارتريز سميناه ميديم سايز الاورتة دخل القلب وعمل كرانيريز الكرانيريز بقى سميناها ميديم فاسل اه ميديم فاسل تمام؟ طيب ده كده الكلام اللي انا كنت بقوله امتى اتفقنا انه الاعراض قصلا اللي بتحصل بتحصل نتيجة حدوث اسكيميا والاسكيميا دي نتيجة انه البلاد فاسل يا اما حصل فيه انيوريزم تمدد وسع او حصل فيه استينوسس اشهر حاجة او اعراض تخليك تقول انه ده ميديم فاسل فاسكولايتس اول حاجة ان العيين يبقى جاي ببريفرل ديجيتل جانجرين دي من اشهر الحاجات اللي تلفت نظرك اه انا كده بتكلم في ميديم فاسل فاسكولايتس الالسور الالسريشن دي من الحاجات المهمة جدا ان هي تشير انه يا جماعة انا كده عندي ميديم فاسل فاسكولايتس وبالمناسبة قبل ما بيحصل الالسريشن عادة بيبقى عبارة عن بابيول زي حبوب كده حباية حمرة وبعدين يحصل لها ايه كمان يشككني انه ده ميديم فاسل فاسكولايتس لو عيان جالك بريست دروب او فود دروب يعني مونونورايتس مالتيبلاكس ياولاد وكان دايما دكتور ايمن انه يقول لنا انه العيان اللي جاي بريست دروب او فنجل دروب لو هو مش دايباتيك غالبا شكت على طول في انه العيان ده ممكن يبقى بوليارتريتس ندوزا ايه تاني مايكروانيوريزم زي البوليارتريتس ندوزا كان دايما تتميز ان هي عندهم هباتيك مينلي مايكروانيوريزم وده مينلي كنا برضو بنشوفه في حالات البوليارتريتس ندوزا تمام بقى دي كده اشهر الاعراض وده مهمة جدا نيجي بقى ليه الكواساكي اول حاجة عايزاكم تعرفوه عن الكواساكي ياولاد انه ده اشهر بيجي في الاطفال بعد الهنخش شنولاين بيربرا الحقيقة في شغلنا انت هتشوف الهنخش شنولاين بيربرا كتير جدا تيجي عند الكواساكي يعني يبقى ربنا كرمك جدا لو شفت حالة ولا حالتين طول فترة شغلك انا شفت بس يعني هي حالة وسمعت عنها وحالة تانية كده عرفت المانجرمنت بتاعها لكن الحقيقة يعني انا ما صادفنيش حالات كواساكي كتيرة قالك ان البويز بيبقى افاكتت اكتر من الجيرل هو عادة بيجي في سن من سنة لاربع سنين حاجتين كلمتين كده مهمين عايزاكوا يلزقوا في دماغكم لما نقول كواساكي جاي في الكرونري ارتروس يعني انا عندي كارديو فاسكولر مهم جدا نمرة اتنين ميوكو كوتينيس لامفنود يبقى انا عندي لمفاديناباسي مين لي هتبقى سيرفايكال لمفاديناباسي وميوكو كوتينيس يعني عندي سكين افاكشن وهقول لكم الاسكين افاكشن بتاعه شكله ايه طيب تعالوا بقى نعرف هو ايه اللي حصل ايه الكواساكي ده ليه البلاد فيسل بقى انفليم دي ياولاد ايه اللي خلى الانفليماتري سيلز او خلايا الاميون سيستم تروح وتبقى تترصب او تبقى موجودة على جدار الوعاء الدموي هي طبيعي الخلايا بتاعت الاميون سيستم هي ماشية في الدم ايه بقى يا خلايا ده ايه اللي جابك تروحي لجدار الوعاء الدموي هو ده الباسوفيسيولوجي الرسمة ده ولد باسوفيسيولوجي لأي يقوت اوميون ديزيز بص حتى لو انت مش مذاكر حط الرسمة دي حط البازل دي كده قدامك وبتدي اشتغل على اساسها اي يقوت اوميون يبقى لازم يبقى فيه انجين لازم فيه جسم غريب الجسم الغريب دوت ياما من برة يعني حاجات انفيرومينتال فاكتور وعلى رأسها طبعا الانفكشن بانواعها بقى بكتيريا الفايرال بارازاتيك او اندوجيناس انجين يعني انجين بس من داخل الجسم من حكتي انا واشهر اندوجيناس انجين عندنا اليوريك اسد بالمناسب هيعملك ايميون ريسبونس مش فيه انجين الاميون ريسبونس هيبتدي يتجاوب معي بس الاميون ريسبونس ده بيبقى ابنورمل ودايما لما اقول ايميون ريسبونس تأسم النيت وادابتف والكمبوننت بتاعتهم يعني السايتوكاينز بقى بالحاجات اللي حصلت كلها الى جانب حاجة تانية اسمها loss of tolerance يعني ايه loss of tolerance الطبيعي يا ولاد ان احنا الجسمنا او الاميون سيستم ما بيعملش ايميونيتي او مش بيهاجم الجسم عنده tolerance واخد عليه فيه ميكانازم كتيرة جدا لل loss of tolerance ومع كل ديزيز بيبقى فيه ميكانازمة مختلفة لل loss of tolerance هنقولها واحنا بنعانتي على كل مرض وفي المرض ده هقولكو زي حصل loss of tolerance طيب هل كل عيام بيجيله انفاكشن او اندوجيناس انجن وعمالي ايميون ريسبونس بيجيله اوتو ايميون ديزيز لا هو كل اللي جاله كوفيد فيروس اتحط على فينتليتور لا يبقى انا فيه عندي حاجة مهمة جدا الحاجة الوراثية الاستعداد الوراث وكل مرض له استعداد وراث طيب انا هطبق لكم اللي سكيما دي على الكوازاكي بس انا عايزة ابتدي بالحتة الحمرة دي اللي هي هو ايه اللي حصل ايه بقى هقرلكم بالانجلش وبعدين بعد كده نقولها بقى بالعربي Blood vessel damage appears to result from inflammatory cell infiltration into vascular tissue the stimulus for this infiltration is unknown وجاي منلي في الكronary arteries عمللي destruction للإندوثيليا cells والإلastic lamina والميدال small muscle cells الدistruction في الإلاثين والcollagen fibers and loss of structural integrity of the arterial hole lead to dilatation and aneurysm formation ايه الكلام بقى دا يولد ادي كده ال blood vessel ال damage بتاعها حصل ازاي؟ قالك خلايا immune system جات ترصبت او جات هنا هجمت الخلايا انا عسفة الخلايا بتاعة الجدار الوعاء الدموي هجمت بقى ايه بالزبط؟ هجمت ال elastin والcollagen هو ال elastin والcollagen دول اصلا بيعملوا ايه؟ دول اللي بيخلولي جدار الوعاء الدموي كده يعني ايه؟ بدوني وبديني الصلابة بتاعته ازاي؟ جدار الوعاء الدموي يقدر ينقبض ويقدر ينبسط علشان ال elastin والcollagen لما تيجي ال enflammatory cells تيجي وتقوم مضمرا لك ال elastin والcollagen كأنك دمرت الاستك اللي موجود في الجدار الوعاء الدموي فيهر فياما يوسع قوي وده من تكرار ال enflammation فيعملك aneurism او ياما هو في البداية خالص في الاكتف انفلاميشن والاكيوت ويعملك السينوزيس ويدي خلاص يبقى هو بيهاجم اندوسيليم وبيهاجم ال elastin والcollagen هو قالك هنا انه التريجر ايه اللي خلى ال enflammatory cells تهاجم مش معروف بس الحقيقة لأ احنا هنعرف بعد شوية ايه اللي عمل التريجرينج دوت من خلال ان انا اعرف ال enflammatory cells اللي عملت infiltration للول بتاع البلود فيسل ايه طيب العلماء وجدوا اول خلايا في جدار الوعاء الدموي لقوها ال neutrophils وفكركم الاول يا ولاد ال neutrophils دي كانت بتشتغل ايه اصلا في ال immune system ال neutrophils دي اشهر خلية من خلايا ال net immune system واسرعها يعني وان سحصل invasion by microorganism و mainly bacterial and fungal infection ال neutrophils تتحرك جاري ومن وظايفها انها تعمل بالمناسبة الفاجوسايتوزيس ما بتشتغلش قوي في الفيرل هي mainly bacterial and fungal بس هي اسرع واحدة وهي اول واحدة بتشتغل واكتر واحدة بتمشي بسرعة على فكرة برضو من الدم ال neutrophils الحقيقة يا ولاد مكانها مش هنا قوي مش في ال medium vessel ال neutrophils هنتكلم عليها يعني بعنف في small vessel باذن الله فانا مش هطول في الكلام عليها قوي هنا الخلية اللي بعدها الخلية الجميلة الماكروفيج دي اللي هي برضو اشهر خلية تعمل فاجوسايتوسيس اللي هي تيجي على الانجين وتقوم واكلاه وهضماه ومش بس بقى واكلاه وهضماه لأ دي هتفتته لو معرفتش تقضي عليه بالوضع دوت هتفتته الحتة صغيرة وتقدمه لخلايا او الحاجة الاعلى مش الانيت بقى هنقدمه بقى للخلايا بتاعتنا وتشتغل كخلية بتقدم الانجين. طيب هتقدموا المين بقى هنا في عندنا هنا هتقدموا لي السايتوتوكسك تيسل انا كده اتكلمت على الانيت. تكلم بقى ندخل على الخلية اللي هنا اللي لقوها هي الخلية السايتوتوكسك تيسل. السايتوتوكسك بقى تيسل يا ولاد هي ايه دورها اصلا في المناعة بتاعتنا. الخلية دي نظر ان هي سايتوتوكسك من اسمها كده قاتلة. ما بتنتظرش مساعدة من حد بتتحرك على طول. فدي بنالجأ لها لما بيحصل لما بيحصل احتلال للخلية. الخلية بتاعتنا ممكن يحصل لها احتلال بايه? مني بالفيروس زي ولاد? الفيروس لما بيجي ده بمناسبة برضو الكوفيد تسعة تاشر اده احنا برضو نجيب سيرتوكده نتكلم عنا الفيرال ريسبونس. الفيروس على رغم انه ببقاش قوي قوي زي البكتيريا وضعيف. الا انه لما بيجي بيحتل الخلية. بيقعد جواها وبيريبليكات وبيشيل الار ان اي والدي ان اي بتوع الهوست. اه طيب. اه سوري يا ولاد. اه فتيجي فيجي الفيروس ويحتل لها. اه ما علش يا ولاد تقريبا في مشكلة كده في النات. طيب. اه نرجع تاني يا ولاد. قلنا دي بتتصرف على طول وبتتصرف امتى لما بيجي احتلال الخلية وامتى الخلية بيتم احتلالها. تفقنا كده لما بيجي لها فيروس. خلاص. طيب ما بتستناش مساعدة ولا من بيسل ولا اي حاجة هي بتتحرك على طول وبتقتل من خلال بتعملها في الخلية يعني بتعمل فتحات كده في الخلية تدمرها تماما. بس ازاي بتعرف اصلا ان الخلية دي متفيروسة. يعني هتعرف من فين. قال لك اص الخلية لما بتتفيروس بتعبر عن نفسها. يعني ايه بقى بتعبر عن نفسها? نمرة واحد قال لك تفرض انترفيرون جامع. تفرض انترفيرون جامع بطريقة غريبة. فده يشير الله. لأ الخلية دي انت خلية انت مش مظبوطة. الحاجة التانية انها تبتدي تصنع او تطلع الام اتش سي وان او الميدر واحد. وان شاء الله لو لنا قدر كده وهنشرح هقول لكم قصة وازاي ده بيخلينا نعمل اول ما يطلع على سطح الخلية ومعا الانجين كده خلاص احنا تأكدنا ان الخلية دي متفيروسة. تعرفها واميديتلي تقوم رايحة قتلى هذا الانجين ومتخلصة منه. يبقى ده يدلنا على حاجة يبقى هنا يا ولد في الديزيز دوت هو وده يقول لنا انه غالبا كان فيرل. ايه بقى نوع الفيرل ده هنعرفه بعد شوي. الخلية اللي بعد كده اللي لقوها. لقوا بلازما سيلز. يا البلازما سيلز دي اللي هي كانت من زي البي سيلز. خلاص اللي هي المرحلة اللي قابلية البي سيلز. هما دول بيطلعوا ايه يا ولد? بيطلعوا الانتي باطس بتاعتنا. احنا انتو عارفين ان احنا كان عندنا كده شوية انتي باطس. ربنا خلقنا بهم. عوجودين معينا على رأسهم السيكريتري اسيكريتري اميونو جلوبيلين. اللي هو الايميونو جلوبيلين ايه. الاميونو جلوبيلين ايه ده موجود في التيرز وموجود في السلايفا. موجود كمان في السكريشنز بتاعت الجيستر انتس willingness socialist الرأ backpack راتي لقد. قالك ده احنا لما شفنا البرانكيا الإبيثيليم بتوع العينين بتوع الكهوساتك اللي ماتوا لقينا الاميون جلابيلين Ay بلاسماس اللي بتطلع اميون جلابيلين Ay موجودة في الكرونري موجودة في الخلايا بتاع في الجدار الوعي الدمي بتاع الكرونر وموجودة كمان في الريسباراتري إبيثيليم يبقى إذن غالبا التريجرين كان فيرال غالبا كان expectation واげين برضو ده بمناسبة الكوفيد ده respiratory virus برضو ياولت اللي احنا بنتكلم عليه الفيرل موسلي اللي عمل الكواثاكي ده respiratory virus طيب يبقى إذن الموسلي الinfectious نيجب بقى نتكلم على الانجين أنا خلاص خلاص الneural immune response هتكلم بقى على الانجين موسلي هو infectious agent قال لك اديني دليل وانا قلت لك اول دليل الدليل الاول انه ده إننا لقيت موجودة في الانفلاماتري في الول بتاع الخلاص الحاجة التانية قال لك موجود في بتاعة العيال اللي ماتت من الكواثاكي وموجود كمان في بتاعهم الحاجة التانية قال لك إنه ان العيال بتوع الكواثاكي دول لما جربوا يضوم ما استجبوش فقال لك يبقى موسلي الموضوع ده فيرل مش بكتيري قال لك ايه كمان يقول لي ده viral agent أو infectious العيالين بتوع الكواثاكي الكلانيكال بتاعتهم عندهم fever وعندهم rash وعندهم conjunctival conjunctivitis وعندهم cervical lymphadenopathy وكل ده compatible مع إنه كان infectious agent predominantly viral قال لك ايه تاني بقى قال لك إنه كتير جدا من الحالات بتاعة الكواثاكي reported هي حصلت كأبيداميكس زي الكورونا كده دلوقتي حصلت في وباء جاء أكتر من حد حصلوا كواثاكي في نفس الفترة وإن هي يعني إن هي فعلا بتحصل قال لك في وقت معين من السنة بيجي في وقت الوينتر والسبرينج ومين لي في الوقت الوينتر في الجابان وبرضو على فكرة يا ولاد يعني هو في الجابان في الحتة بتاعة اسيا يعني هو respiratory virus وبرضو جاي من الحتة بتاعة شرق اسيا الحتة دي واضح إنها موبوقة من زمان فالمهم طيب يبقى قال لك إنه هو بيجي في إباداميكس قال لك إن بتاعته وإن هو ممكن يجي تلاقيه كده يجي في وقت الشتاء ويجي له بطريقة معينة ده يقولي إن بتاعي هو تمام طيب وقال لك كمان إن هو بيجي قال لك إن هو زي بايداوي زي الكوفيد فعلا قال لك إن هو ممكن يجي في بعض الناس ويبقى اسمتماتيك خالص ولا يعمل أي حاجة بس في حبة صغيرين اللي هم جيناتك هيعمل لك كوازاكي مين بقى الجيناتك هيعمل لك وقال لك إنه الفيروس مشكلته إنه هو بيفضل خامل قاعد بيعمل حاجة اسمها هو احتل الخلية مش هيسيبها في حالها لا الحقيقة هو هيعمل إنكلوجين بادي إنكلوجين بادي ده هو قاعد بقى وقاعد يريبليكيت ويطلع البروتينات وخلاص الحمد لله ومع الهوست بقى بتاعه اللي هي الخلايا الأساسية يتفضل لنا شوية RNA وشوية DNA بس هو يعمل لك سيتو بلازميك إنكلوجين بادي حتى الكارير كده يفضل موجودين عنده ومن كل حين لآخر لو جاله شوية دور برت شوية أي رزاص يطلع الفيروس يعمل لك ويروح بقى يعدي الناس اللي هما هيوصل بقى من خلال وتروح بالتارجت إحنا ما بنعرفش يعني ليه الروماتويد يقوم جاي ماسك الجوينز ليه دهوت يجي يروح يمسك الحقيقة إحنا ما بنبقاش عارفين إش معنى دهوت يروح ينشن يعني نشن تفالح على الحتة دي دي احنا ما بنعرفش ليه طيب بيقول لنا إيه بقى تاني آه فكرة إنه ال-IGA بلاسما بلاسما سيلز دي موجودة ومنتشق يعني لقناها كتير في الول بتاعة البلاد فصل دي لوحدها كانت برانسيبل كده في التريتمينت هتلاقي إن العيانين دول بنعالجهم بالإنترا فينس إميونو ده واحد من اللاينوف تريتمينت المهمة جدا في الكوازاكي ولما نيجي للمرحلة التريتمينت هقول لكم ال-IGA بيشتغل إزاي أو حتى لو جالنا فرصة كده وإحنا بنشرح الإميونودي لأن هي لازم تتقل من البداية بتاعتها نشرح ال-B-Cell وإزاي ال-B-Cell بتشتغل وال-IGA هيوقف إن ال-антиباضيس تطلع إزاي ممكن نبقى نقولها في مرة منفصلة تمام يبقى نيجي تاني الموديل ده بقى كويس أبي بصوا الموديل هذه ال-Respiratory اهي الويدة هو الصغير ودي الرئة بتاعته قال لك ده فيرل بإنفكت السيليتد برونك الإبيثيليم أسنتوماتيك إنفكشن في الناس عادئية في الجناتك ال-Predisposed هيعمل لي كواساكي يعني الكواساكي ده كان بيجي في وباء برضو كده وبيقولك إن هو ممكن يفضل بقى في الناس كده الكارير قاعد في ال-Inclusion باضيس بتاعته وبيريبليكيت عادي خالص وبعدين بعد كده العيين ده يجي له دور برد يعطس يعطي الناس التاني خلاص قال لك بقى قال لك إنه هيدخل بقى الاخ دوت يدخل الدم من خلال هيروح على هيبتدي بقى الانيت بقى العادي وبعدين بعد كده بقى نبتدي الأداف بتاعنا وال-IgA بقى هو كده كده موجود بس طلع علينا كتير 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 خلاص طيب آآ احنا قلنا بقى ايه العيين بتاع الكواساكي بعد ما بياخد أو بيجي له كواساكي بمعنى صح يعني بيقولك خلاص انه حصله ما بيحصلش تاني وده بالمناسبة برضو الناس يا جماعة اللي بتقول انه اللي اخدوا هو هيجي لهم ينفع هيجي لهم تاني لأ ليه غالبا خلاص هم كده اخدوا منه غالبا ما ما يجيش تاني اه احنا انا عارفة ان احنا لسه مش عارفين هو ايه بس طبيعي لو هو خف منه اولان يبقى معنا كده اليميون سيستم سيطرت وطلعت انتي فليه صعب صعب بقى يجي له يعني الا لو قدام مش مش على طول كده ما يجيش بسرعة اه احنا قلنا الكوازاكي دوت من برضو تمام عادة في او من تباعد الاجتماعي يا جماعة نبعد عن بعض عشان ما نتعديش خلاص ده واضح انه هو ده خصائص الريسباراتري كلها اوكي طيب مين بقى يولاد مين صاحب الحظ اللي هيجي له الريسباراتري فيروس اللي شبه الكورونا ده ويجي له كوازاكي قالك ده عنده مشكلة اصلا في الجين اسمه موجود على كروموسيم سبنة من الاسم خالص هو الجين ده كان ايه مشكلته بقى تعالفين انه بعد ما تخلص شغلها المفروض كل خلايا بعد ما بتخلص شغل في حاجة بتوقفها بنسميها بتوقف الشغل بتاعها وعلشان اعمل جين معين انا بضغط عليه يا جين ده طلع لي حاجة او بروتين معين يوقف عمل الخلايا دي او يوقف لي اللي اللي فاكر من اتنين ده مهم قوي المهم الناس بقى هم عندهم بقى ايه في الجين دوت فبالتالي الخلايا ما بيتعملش عليها العمالة يا شغالة حبيبتي عمال على بطال ما بتوقفش تمام فطبعا جدا دي بنسميها ايه بنسميها مستولاد الحاجات يعني دوت البروتين البروتين بتكون من اماين واسد كل كده هو بيحصل في واحد حتة سقنانه كده في البروتين في اماين واسد واحد دي تلخبط لك الجين يلخبط لك الدين الدين الدنيا كلها ايه حصل بقى ايه في النهاية تشتغل بقى تتهبل يعني تفضل شغالة الى مال النهاية تمام طيب عملت لك ايه ايه كمان بقى قالك الناس دول اولا البلوت فاسل علشان يبقى ماتور كده فيه البروتين دي فيه نوعين حاجة اسمها الانجيو بوتين وحاجة اسمها والاتنين دول فيه ما بينهم نوع من انواع كده خلاص بحيث انه يطلع لك سليم يعمل براحته قالك العينين دول لقينا ان فيه مشكلة بتاع زاد قوي قالك ده في النهاية قدى انه يعني ماتيور بس ضعيف غريب ما هواش ما هواش بلوت فاسل كويس يبقى انت في النهاية عندك محصلتين تي سل بتشتغل عاليا قوي على بلوت فاسل اصلا تعبان بتلكك فبالتالي ده ادى الى حدوث الفاسكولاتس تعالوا تعالوا بقى كده الم يولكم الموضوع الانجين بتاعنا مين الانجين هو فيروس وهو ريسبيراتري فيروس وقلنا الدلائل على انه هو فيرو والدليل انه هو بالفعل ريسبيراتري فيروس ابنورمال اميون ريسبونس على مستوى الانيت يعني لقينا النيتروفيلز موجودة ولقينا مكروفيج موجودة على مستوى الادابتف برضو هي واحدة من طيب وحصل ازاي ازاي فقدنا كده فقدنا هي سيمبل جدا انه الخلية دي عملت هي موجودة في مكان هي مش المفروض تبقى موجودة فيه فبالتالي احنا تعاملنا معها كأنها غريب طيب هل كل واحد جاله جاله كواساكي لأ ده بيحصل في ناس عند مشكلة في الجين اللي بيعمل في بقتي حبيبتي شغالة على طول عندها مشكلة ان البلود بسل بتاعها بيتلكك هو اصلا فيه مشكلة فيه مش جامد كده يعني تمام كده خلصنا يا رب تكونوا فهمتو كويس ولو فيه حاجة بقى مش فاهمينها ممكن نقراها نشاء الله مع بعض يعني بس انا حاولت نيجي بقى يا ولاد للكلانيكال بيكتر بتاعة الكواساكي اول حاجة خلص بيجي بيها العيان ده فيفر ويقولك انه عيان الكواساكي ده هو عيان جايب بدرجة حرارة مرتفعة لمدة اكتر من خمسة ايام وانت مش عارف لها سبب شك في كواساكي على طول يبقى اي ولد صغية من سن واحد لاربع سنين جايلك بارتفاع في درجة الحرارة غير معروفة السبب يعني انت عملت اكسكلوجن للانفكشن فكر يعمل حاج في الكواساكي تعالوا كده نقرأ الفيفر ما بتستجبش قوي للانتيبياراتيكس بيقولك ان الدياغنوس يبقى درجة حرارة مستمرة غير متفسرة لمدة خمس ايام او اكتر تمام قالك ساعات درجة الحرارة ما بتبقاش موجودة قوي بس هقولكو ده حاجة بنسميها او القاتبك الكواساكي ليه ترقون هنبقى نجيب سيرت ايه تاني بقى يا ولاد قالك من ضمن الحاجات المميزة جدا حدوث وان هي بتكون على الناحيتين وكلمة مهمة جدا عشان بتفرقنا بعد كده عن انها يعني يعني مفيش فيها بص مفيش صديد مفيش صفار عند العين انا هقرب لكم عند العين شايفين الحمار اللي عند العين دهوت الحمار قالك كمان ممكن العين ييجي به انتيري ريوفيعتس وده واحد من أسباب الانتيري ريوفيعتس في الاتشيلدرن طبعا معوجود الانتيري ريوفيعتس من أشهر العراض العين كمان بيحس بها يا ولاد انه العين ما يعرفش يفتح في الضوء خالص برضو من الحاجات المهمة جدا 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 الانفلاميشن بتاع الميوكاس ميمبرين الميوكايتس دوت جدا في الكواساكي واحد مهم قوي يعمل بقى ايه ييجي عند الطانج يعمل حاجة مهمة جدا اللي هو الفراولة تمام الطانج الفراولة ده بالمناسبة بنشوفه فين تاني بنشوفه في ازاي يعمل لنا بنشوفه فين في حاجاتنا في حاجات الاوتوميون ديزيد عينين تاعت ممكن ييجو برضو بقصة تمام البق زي ما اتفقنا كده بيبقى ومحمر تمام عشان حصل في الميكوزة طيب بيقولك اما تحصل لوحدها خلاص او ان هي تبقى يحصل على هيئة او ساعات تمام بقى ديه كده اشهر اعراض طيب احنا قلنا من البداية كده ان هو بنسميه واحد من الحاجات الاسامي بتاعته ان هو ايه بقى شايفين الراش دوت اللي احنا بنسميه ماكولر مورباليفورم مورباليفورم دوت زي كده ايه متشبح زي السيراميك تمام بيبقى موجود على الترونك وعلى الاكستريميتز اللي ما بيحصلش بقى معايا ما بيحصلش ما بيحصلش ما بيحصلش حاجات حويصلات دي ما بتحصلش تمام وده مهم جدا عشان نرجع نفرقه بعد كده من الستيفن جونسون ومن الميسلز او الهيربس اللي بيحصل معاها قالك ممكن ييجي ايه تاني ممكن ييجي على شكل سورياتك فورم بس هي مين هتيجي كده على الترونك وعلى وبعد كده بيحصل بقى حاجة مهمة جدا 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 برضو ومميزة للكواساكي شايفين القشر داي ولد سوري شايفين اللمس واللور لمب شايفين شايفين القشر ايه دي الولد بتأشير شابه عارفين شابه ايه شابه بتاع الحاجات بتاعت بس ما هيش طبعا هي يعني بس دوت منظر عشان دي حاجة من الحاجات المميزة جدا برضو للكواساكي واللي بتميزه عن بقية الحاجات اللي اطلق بطنة قالك انه هتظهر بعد كده بتبقى يعني الرجل والايد والرم و يحمر وبعدين بعد كده وهو بقى بيروح يبتدي يقشر يعمل التأشير دوت واللي هو بنسميه وييجي بقى كمان على الضوافر شايف بيضة كده بنسميها تمام دي برضو واحد من الحاجات اللي بتحصل مع الكواساكي احنا قلنا ان هو اشهر حاجة اشهر بتتأثر هي بتاعة بيبقى معنا تمام هي ما بتبقاش موجودة في كل الناس بس الاغلبية عادة هتبقى موجودة فيهم ممكن تبقى مجموعة او ممكن تبقى هي لمفنود واحدة بس كبيرة الحقيقة الكواساكي ما بيبقاش معها لأ مش دقي مثلا عينين اللي بقى معهم لا ده ييجي كده ييجي فقط لغير ما اعملش نيجي على الارثريتس الارثريتس بتاعة الكواساكي يشبه الارثريتس بتاعة الناس اللي هم ييجي في الانكل الهب ييجي في بعض العينين يكون ول لكن مش ده المعتاد المعتاد انه يجي عامل زي الرياكتف كده الارثريتس بتاعة الكواساكي لما هتبقى موجودة عادة هتكون وما هيش ما بتعملش نيجي بقى يعني للجزء المهم جدا 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 هو جاي هو الكرانري ارثريتس يبقى مين لي الكورديو بقى ايه هي بقى قالك انه هو مش بس بيأثر على الكرانري اه صحيح لكن هو الحقيقة ما سبش حتة في الهارت اللي ما اثر عليها ده ممكن يعملك في والمايو والايفي على وعلى وعلى طيب نيجي بقى في مرحلة كده اللي لسه احنا في هيجي العيان بيشتيكي من هيجي يشتيكي من ضربات قلبه هتبقى سريعة العيان ده يعني طبيعيا ممكن ضربات قلبه سريعة قالك لا ضربات قلب العيان دوت هتبقى سريعة جدا 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 لا تتناسب مع ارتفاع درجة الحرارة يعني جاي تمام حد مش عارفة لو تفتكروا بقى سنة ستة بتاعت البطن ولا لا هتسمع على العيان ده ميرمر مين هتسمعه على ناحية تمام الاول الميرمر اللي هتسمعه دوت نتيجة الفيفر والانيميا ده بنسميها اللي هي لكن بعد كده ممكن نتيجة انه هيحصل اصلا نتيجة انه حصل يعني التهاب وبعدين بعد كده ممكن يعمل تسمع الميرمر بتاع وده هيفضل بقى ايه موجود مع العيان يبقى انت في ده نتيجة وبعدين بعد كده لأ نتيجة حصل بقى خلاص وتبتدي يبقى دوت موجود على طول ده الاكيوت فيز الليت مانيفستيشن ليه مانيفستيشن دي بقى هتحصل يا ولاد نتيجة اولا هتحصل في مين هتحصل في عادة في العيانين اللي هيحصل لهم انيوريزم يعني مش بس هيحصل لهم انيوريزم قالك هتبقى ايه السمتم بتاعتها السمتم بتاعت مايوكارديا الاسكيم خلاص بقى البلد مش واصل كويس لمايوكارديا وتدي العيان بقى جيله اسكيم حقيقية الواد بيعايت على طول ومش عارفين هو بيعايت ليه اصلا ممكن بقى السمتم بتاعت الاريزم ضربات القلب السريعة سينكوب يغم عليه وما غالبا مش هيحصل لهم ولا اسكيم ولا الات كورديا كورديا طيب ايه الكورديو فاسكولر قولنا الميجور كورديو انه يحصل لك كورديو ارتي ان يعمل لك ميوكارديا اسكيم ولا قدر الله ممكن يؤدي الى الدث اخر كورديو فاسكولر احنا قلنا انه ممكن يعمل في ممكن يجي كمان الحقيقة كمان زي ما حصل وممكن يجي العيان كمان عنده ممكن يجي لك ممكن يجي لك طيب لانها المست سيري كوملكيشن فهي بتبقى فانت شكيت انه هذا العيان كواساكي لازم تعمل بازل ايكو كارديو عشان يتلاحق قال لك انه الانيوريزم يقهدت معينة اللي بتبقى في الكرونيزم قالك mainly البروكزيما left anterior descending والبروكزيما right cranary artery followed by left main cranary artery وال circun flex وال destil right cranary artery دول اشهر اماكن بنشوف فيهم cranary انيوريزم طيب في على فكرة risk factor sorry يا جماعة قالك هو مين معرض لقصة الانيوريزم دي قالك لو انت عيان ما تدتلوش IVIG ما لحقتوش في الاول IVIG بالمناسبة عشان وانحنا هنقول في التريتمنت احسن حاجة تديه في اول عشرة ايام سبعة ايام بعد كده خلص ممكن يحصل فقالك انت لو اتأخرت عن العيان ومدتوش في رزق عالي انه العيان ده يجيله سن العيان سنة قل من سنة واكتر من تسعة سنين اه صحيح انه هو احنا عارفين انه من سن سنة خمس سنين بس وارد انه هو ممكن يحصل اقل من كده واكتر من كده اللي هي اكتر من 14 يوم وما فيش ما تتحسنش قالك العيانين اللي انت تديت اي في اي جي وبرده ما تتحسنش فالي اي في اي جي منفست باي برسيستن اند ريكارنس توفيفر ابنورمال لابوراتوري فايندينج زي اللوه ما تكريت السيرم قلبين بتاع العيان يبقى قليل الليفر انزيمز بتاعته تبقى عالية السيري اكتف بروتين عالي الاسر عالي يعني معنى صح كل حاجات الفاسكولايتس تبقى مولعة والاكيوت فيزري اكتن تبقى شغالة جدا تمام يبقى العيان دوت اتريسك قوي وخد بالك انك تبقى اجراسف بتاعت العيان ده ان العيان ده هيحصل له وده حاجة من الحاجات الوطع يعني المهمة وانت بتعالج اي عيان طلع بتاعته لان هو ده اللي على اساسه هاتتيلر خطة العلاج بتاعتك طيب الناتشرال كورس هو لو العيان ده حصل لك رونري ارتري انيوريزم هيفضل كده قالك على حسب لو الانيوريزم ده كان من البداية كبير يعني اتسا اتجاينت انيوريزم وهم ليهم حسبة ازاي يعرفون ده جاينت قالك ده غالبا ممكن يبقى موجود او يحصل له في خلال سنتين بعد الانيوريزم ولكن الانيوريزم هم ممكن تحصل في خلال سنتين بس لو ما حصلش خلاص انسى فالانيوريزم بتاع الانيوريزم انت كنت بادي شكلك اين الانيوريزم هيفضل في البداية كده يزيد مبدئيا في اول اربع لست اسابيع من المرض وهيوصل للبيك بعد ما يوصل للبيك بقى يبتدي يقل 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 لحياة ما يرجع نورمال تاني وزي مدفقنا كده يرجع نورمال في خلال سنتين يرجع يخلاص مايرجعش لو مايرجعش في خلال سنتين موصلي خلاص مايرجعش الانيوريزم واللي شكلهم فيوزي تمام الكلام نحن خلاص قلنا طيب نيجب نشوف الابراتري فايلين بتاعت الاكيوت كوزاكي هي زي حاجات الفاسكولايت تمام يوكوسايتوزيس سرومبوسايتوزيس عنيف في الاسر والسير محترم الانيميا هيبوالبومينيميا طبعا كأكيوت فيز استيرايل بايوريا هيبوناتريميا في الليفاشن في الليفر إنزايمز وإليفيتد بلازما لابتس عايزة أقولكو على حتة كده في الاليفيتد بلازما لابلز والاليفيتد الليفر إنزايمز الحتة دي بيقولك إنه ساعات العيانين بتوع الكوزاكي من قدر عيني الانفلاميشن اللي بيحصل بدخلوا في حاجة اسمها لو فاكرين كده الماكروفيتج اكتيفاشن سينروم اللي هو بيجي العيان بيجي العيان ببانسايتوبينيا ويجي في البلازما ويجي في الليفر إنزايمز ويبقى معهم بانسايتوبينيا بيقولك إنه بيبقى وارد جدا إنه لما تشوف الحاجات دي أعرف إن العيان ده غالبا داخل في حاجة شبه الماكروفيتج اكتيفاشن سينروم ولازم برضو تبقى اجراسف في التريتمنت بليوسايتوزيس في السي اس اف هو طب إحنا ليه هنعمل للعيان ده أصلا سي اس اف يا ولد لأنه العيان ده من لي أول حاجة هتفكر لو إحنا متخيلين كده طفل وجايلك بفيفر ودرجة حرارة وغير معلومة السبب إنت لازم يعني هتكالشر العيان من كل حتة إنكلودنج إن انت تسحب له سي اس اف وطبعا لو فيه أرترايتس بقى قالك برضو هتلاقوه فيه اليوكوسايتوزيس فيه السينوفيا الفلوت تمام طبعا بقى من ضمن الانفستيجيشنز اللي إحنا هنعملها إحنا لاستهاريين الكلام على يبقى قلنا أي عيان شكيت اعمل إيكو بيزغاين علشان حتى إيفن تعرف تتابع بعد كده الإيكو كارديوغرافي قالك كمان مش عشان أبص بس على الكرانيريز مش إحنا قلنا إنه هو هيأثر على باقي القلب يبقى أنا عايز أشوف عايز أبص على الفالف عايز أشوف الإيكو إن انت عملته في أول مرة وديت علاج هتتابع أنت تاني هتتابع بعد أسبوعين وبعدين بعد كده بعد أربع أسابيع وبعدين بعد ست أسابيع لما العيان يخرج مش بس كده ده هم الكارديولوجيست بيبقى ليهم كلاسيفيكيشن للكرونري أرتري وبيسموه زي سكور نوع انفولفمنت رقم معين أنا سيبوه لكم مشهاراهم إحنا بس يهمنا إنه إحنا نبقى عارفين إنه فيه كلاسيفيكيشن يا إما مفيش حاجة عادي أرتريتس بس مفيش الول ما تأسارش يا إما ديلاتيشن وسع شوية يا إما لأ عمالي بقى سمويل أنيوريزميس غنن كده ده مدد كده صغنون يا إما بقى ميديم ودي الأرقام بتاعته هاي أعتقدش إن هي تبقى مهمة لنا حتى نحفظها دي حاجة للكارديولوجيست يا إما جاينت إنت بس تبقى عايز تعرف إيه أنا جامعة صغنون ولا أنا في مرحلة علشان الجاينت ده أيان مش هيريجريس أنا عايز أبقى أجريسيف في تريتمنت العيان ده قال لك أه صحيح لإيكو هيبصلي على الأنجو على الانيوريزم بس يعني هو مش هيجب لك الأناتومي حلو إنت عشان تبص على الأناتومي حلو بقى أنت عايز أو إما أرئي هو ده لو إنت بقى عايز تبص كويس جدا يقولك أصل إنت كمان فيه ليجينز مش هتتوصل بالإيكو مش هتتشاف فإنت عشان تشوف عشان تشوف غالبا إنت محتاج إن إنت العين تتعمله أو إما أرئي بقى على حسب المتوفر عندك الـ ECG مهمته هنا ان انت هتشوف الأريزميا يعني هتشوف في الـ PR والـ QT والـ T-Wave الحتة دي يعني الـ ECG وكلام ده احنا الصراحة ما بنفهمش فيه احنا نعمله ونخلي بتاع الكارديولوجي ان شاء الله هو اللي يشوفه تمام الـ My Cardial Infarction بقى لو احنا عايزين نشوف لقدر الله فيه Infarction لا اعمل بقى الحاجات أعمل التربونين اعمل الكراتينين كاينيز تمام ساعات يقول لك لو الـ ECG ما طلعش حاجة ومفيش اسكيميا طب نحطه بقى سترس نعمله سترس اسكيميا عشان نشوفه عند العيان ده كمان اسكيميا ولا لأ تمام طيب تعالوا بقى احنا كده قلنا خلاص والأعراض بتاعته ايه عايزين بقى ان شخص كلا عادي انا عشان اشخص يبقى انا محتاج تمام قال لك العيان علشان اشخصه ان هو كاوزاكي نمرى واحد الفيفر طرجة الحرارة لازم يبقى الودة فيفرش لمدة على قل خمسة أيام وعملت يبقى فيفر دي زائت اربعة كلينكال كريتيريا او اكتر تمام ايه هم بقى الاربعة كلينكال كريتيريا كريتيريا نبتدي كده من فوق العين ويبقى ما فيش فيه بص تمام ننزل على البق الحاجات الميوكس ميبرين الفراول تمام نيجي على ننزل اعلائدين والرجلين الإيديما اللي في الاول الارثيمة ولما ندخل في التأشير اللي احنا شوفناه البرينج الشيط man البوليمورفوس راش اللي احنا شفناه وتبقلين فنود اكتر من واحد ونص سنتي في ان ديامتر طب افرد العيان درجة الحرارة عالية وعنده اتنين او تلاتة يعني هايلست اسباشيس ان هو كواساكي بس ما يكمل لكش الدايجنوستيك الكريتيري ما تقدرش تحطه قالك ده عيان بنسميه انكمبليت كواساكي كواساكي ولكنه غير مكتمل الاتبكال او انكمبليت كواساكي هو تاب الانكمبليت فورم ده بقى انا هتعامل معه ازاي اعملك الالجوريزم هاي الالجوريزم ده الحقيقة من الابدو ديت وانا هقرب كده عشان تشوفه قالك دور كده على الدرجة الدايجنوستيك الكريتيري بتاعتنا شوف لو لقيت الاربعة يبقى انت هتبتدي وتعمل البيزلاين طيب افرد انت عندك اثنين وثلاثة بس من الكلينيجنوستيك الكريتيري وفي يبقى انت كده قالك ان انت ساسبكتد كواساكي تقوم عامل للعيان ايه اعمل يعمل حاج اسر و سي ار بي لقيت اسر و سي ار بي لأ يبقى انت غالبا مش كواساجي بس حط عينك على عيان يعني ما تسيبوش كده لأ بص عليه كل شوية وتابع الحرارة وشوف طلع له ولا لأ يعني عينك عليه ما تروحوش كده مين تاني هيبقى عين عليه عيان عملت له عيانه قلنا فيه بس عملت الاسر والسير بيه ما طلعش عنده حاجة عالي برضو حط عينك عليه يمكن بعد كده يكمل مين عارف بس مش هتبتدي عيان بقى زيرو او واحد بص على العيان العيان ده لو اقل لو ست شهور تمام والفيفر معا مكملة سبعة ايام او اكتر لو اه احتمال احتمال يبقى كواساجي واعيلك على هذا الاساس وبتدي واعمل لو لأ خلاص برضو حط عينك على العيان في كل الاحوال العيانة بدرجة حرارة عالية ومش معروف ايه السبب اه كواساجة البروف اذر وايز وابتن ايكو كارديوغرافي وتابع عيانك بغض النظر سي ار بي والاسر عاليين حلو الكلام خلاص هندور على كلينك الكراتيري وانحالك لانهم قليلين ده ما ده ما ينفيش تابع العيان وشوفه عشان ما يبقاش مزد منك الديفرانشال دياجنوزيس مهم اوي اوي ديفرانشال دياجنوزيس اي تشايلد بفيفر وفي النون ارجن وغير يعني فيفر والفيفر دي مستمر ومعها راش تشايلد بفيفر وراش اشهرهم الادينوفيروس بس الادينوفيروس قالك بقى اللي يميزه انه هو يعملك عشان كده لما اقول انه هو فكل كلمة في محلها. عيانين برضو دول بيبقوا عندهم بس هو ينفع العيان هاجي لك بس او بتقول انه لأ ده مش كده ازاي انه عيانين عندهم طيب. المهم طبعا جدا. الراش اللي احنا شفناه على رأسه جدا لعين يكون بس قال لك بقى ديها كده بتظهر بنسميها دي عبارة عن ايه? قالك هي عبارة عن زي رامل ابيض كده انت نشرته في البقء من جوة وحوالين كل ده بحتة بيضة. الملفوف انا حاول اقربها. هي حتة بيضة وحواليها حمارة. نسميها ودي اللي بتفرق عن سؤال. افرض ان انت ما شفتش ومستغرق ويعني ما انتش عارف الراش ده بتاع ايه في عين صغير طفل في فرش. يعني يفضل ان انت ما تفتيش في شكل الراش. ده كاترة الجلدية هما مش بيعملوا حاجة غير ان هو يفرقوا لك الراش ده بتاع ايه. يعني ما يتفتقش زهنك ان انت نقعد نبص. طب لا يمكن شبه طب مش شبه. لان فيه حالات بتبقى مش واضحة ومش صريحة زي ما احنا عملين بنقول كده. فيه حالات بتبقى متعقدة واللي اتنين يبقوا جدا وتلفح قولين نفسك. فخلي معاك دكتور الدرما في حتة الراش. اللي قلنا الحاجات الفيزيكي للراش ده بيجي مع ستيفن جونسون واللي ستيفن جونسون من لي يعني بيبقى فيه بقى ري اكشن. اه مع تماما? قال لك حاجة تانية كمان انه دوت. اه صحيح ان هي بتشاري بتاعت الميوكوكوتينيس انفلاميشن ولكن بيبقى قليل. الحاجات اللي هي اللي يحصل على بيبقى متشاف في كوازاكي بس ما بتشافش في الحاجات مش في دي تمام? برضو الجدول ده هي الجدول ده من يفرق لك كوازاكي عن حاجة مهمة جدا السيستاميك انصت جي اي اي مش هو فيفر وراش ايه بقى اللي بيفرق? اول حاجة ال ايج. احنا قلنا الكوازاكي يوشولي من سنة لخمس سنين وقال. السيستاميك من اتنين لخمس سنين. الفيفر بيرزيستن في الكوازاكي. احنا عارفين الفيفر بتاعت السيستاميك جي اي اي اي. هي بس دايما بتبقى اللي هي تطلع وتنزل. تطلع وتنزل. الآي الثكتت في الكوازاكي وقلنا خلاص ازاي? السيستاميك جي اي اي اي. لا الآي بتبقى نورمال. ما فيش السيستاميك جي اي اي ما بيجيش فيه الاورال ميكوزة. ما الاستروبري تانج ده ما بيحصلش في السيستاميك جي اي اي. الديسكواميشن كوازاكي. الجي اي اي لا ما يحصلش. الاتنين يحصل فيهم ينفع يحصل فيهم ارترايتس. بس ارترايتس السيستاميك جي اي اي تبقى بولي ارتكيلر اكتر. لكن بتاعت الكوازاكي تبقى اوليجو ارتكيلر. الراش بتاع الكوازاكي قلنا اللي هو البوليمورفس الراش بقى بتاع السيستاميك جي اي اي. السالمون راش اللي بيبقى ترانزينت اللي هو يجي وقت ارتفاع درجة الحرارة ويروح. لكن راش الكوازاكي لا دراش بيرزيستينت. السيستاميك جي اي اي طبعا يبقى ممكن يبقى فيه بس عادة هيبقى ممكن يبقى جرنالايز لينفا دينوباثي. السيستاميك تمها الكوازاكي برضو ممكن يحصل لنفس القصة بس قلتلكوا اللاب هيبقى الاتنين متشابهين. الحاجات السيستاميك انفلاميشن الانيميا والترانس امينيزيس برضو هنا السيستاميك انسي الانيميا والسيستاميك انفلاميشن بحيلي. طيب. نيجي نفرقه من الستيفن جونسون. الستيفن جونسون مبدئيا بيحصل في اي في كل الاعمار مش بعمر محدد. اللي برضو درجة الحرارة بتبقى يحصل بقى حتة مهمة هنا. مش بيستكون جونسون. ده يؤثر على الكورنيا كيراتايتس. وده دكتور الرامد بقى اولي قوله لك. اه يحصل برضو والسيتيفن جونسون وثيوفرورم فورميشن. قولنا يحصل فيزيكيلر ليجينز. ما عمليش ستيفن جونسون ده يعمل يمكن يعمل ستيفن جونسون بيبقى معاة ساعاتي كده ستيفن جونسون بيبقى ساعت معهم الهيربس. عشان الفيزيكيلر ليجينز اللي بتحصل. نيجي بقى حاجتين اتنين تاكسك شاكس سندروم والسترابتو كوكل سكارليت فيفر. الاتنين دول بيبقوا بحاجات بكتيريال والتوكسيك شاكسندروم دوت هو رد فعل من الجسم نتيجة البكتيريال سواء السترابتوكوكل او والحقيقة دول ساعات ممكن يلخبطوا جدا يعني الحاجات حتى الوضوح ما تلاقيش حاجات فرقات واضحة قوي بس الولد اللي بيبقى عنده توكسيك شاكسندروم دوت يا ولاد بيبقى عيان يعني بيبقى كأنه خلاص داخل على سيبتك شاك الاج بيقولك ان هو بيبقى يجولي اكتر من عشر سنين الفيفر مش هتبقى تقولك تعود أقل من عشر تيام بس ما بيحصلش اللاب اللي فيه هيحصل سرومبوسايتوبينيا يعني ده زي عيان فعلا بيبقى عنده حاجات اللي هي وكده والمانتال بيبقى العيان دروزي فالعيان ده فعلا بيبقى السترابتوكوكل ده برضو بيبقى نتيجة السترابتوكوكل انفاكشن بيتشابه مع الكوازاكي في بييجي في سن من اتنين لتمن سنين لو راش برضو كده بيبقى ودول بتاعه الجلدية بقى هم اللي يقدروا يقولوا فيه هنا بتبقى على عكس بتاعت الكوازاكي من مشلاتن تبقى هنا اللي يفرق لي بقى ان انت انا قلت لكم انه عيان ففرش فانتا كده كده هتاخد هنا الكالشر اللي هتطلع هتبقى فهنا اللي يميز لك دول انه هيبقى فيه هتطلع لك ارجانزم تمام طيب تعالوا بقى الحمد لله كده ده كده يعني اخر فقرة في المحاضرة وهي فقرة انت عنتك تلاتة من لينوف تريكنت الاي في اي جي والستيرايدز والاسبرين تمام الاساسي اللي اتنين اللي هتستعملهم الاي في اي جي والاسبرين وعادة انت هتستعملهم لاتنين مع بعض تمام الاستيرايدز بقى هنشوف ليها انديكيشنز معينة طيب زي ما اتفقنا الهاي رسك بيشنط لازم تحددهم والهاي رسك بيشنط دول هم عمليهم يعني شوية للعيانين اليابانيين وجزء للناس اللي هم مش عيانين مش يابانيين وقال لك سكور العيان لو اخد في العيان بقى اليابانين لو اخد اكتر من خمسة يبدأ هاي رسك اللي هي حاجات اللاب اللي قلناها الهايبوناتريميا والإيليشن في الليفر انزايم والسيري اكتف بروتين والنيتروفيلز العالية تمام والايدج اللي اقل من 12 شهر خلاص هتلاقي كده كل واحد واخد سكور العيان اللي هجيب اكتر من خمسة فاي بداوت هاي رسك هاي رسك دع عادة انت تسديو آي في آي في آي في آي صبير وإستيرويز مع بعضي لان جابانيز قال لك اي رسك فاكتر قال لك لك عيال الصغيرين اللي هو كذا شهر اللي هتعرفون من فين بقى انه يبقى سيرا في ريتين عيلي بعد ما كنت اليوكوسيتوز بتاتيت بقى تدخل في بان سايتوبينيا وإليفاشن في اللي هي بلازما ليبتز طيب هندي بقى الاي في اي جي داي بصوا لدي جرعة الاي في اي جي مبدئين بتتاخد اتنين جرام بر كي جي او بتاخدها خمسمائة ميلي جرام بر كي جي وتاخدها على مدار خمس ديين عادة الاتنين جرام بر كي جي ده هو بيبقى هي تعليقة يعني هي مرة واحدة وهتحسبها بقى وتفضل معلقها على مدار تمانية لاثناشر ساعة وهي بتبقى سنجل دوس بتاع الاي في اي جي هو اهم حاجة عشان كده بقولك شخص بسرعة وساسبكت بسرعة لازم تديه في خلال من سبع لعشر تيام قبل ما الانيوريزم يتكون تمام طب افرد انت عديت الويندو بتاع العشر تيام لأ هتديه برضو سباشالي لو العيان عنده الاسبرين الاسبرين طبعا انت بتديه كانتي انفلاماتري وفي نفس الوقت كانتي بليتليت هتدي الجرعة بتاعته على فكرة جرعة الاسبرين انتي انفلاماتري عالية قوي زي لما بديها كده في الروماتيك فيفر بتتخذ من 300 ميلي جرام بر كي جي بر دي هتفضل مدي على الجرعة العالية دي انت مبدئين هتقسمها هتبتدي تقلل امتى بعد 48 ساعة لما انت تبقى اوف فيفر خالص تبتدي بقى تقلله لتلاتة لخمسة ميلي جرام بر كي جي بر دي تمام هتفضل مكمل عليه بالجرعة دي قد ايه وبعدين تبتدي تسحب واحدة واحدة وتوقف لحد ما بقى ان شاء الله بتاعتك تقل يعني يتصلح يقل ويرجع للنورمل تمام الا اذا فضلت موجودة بالايكو كارديوغرافي يعني العيان ده فضل عنده او او اي كورديك افكشن الاسبرين هتدرنك عليه بقى غالبا غالبا يعني تمام نيجي على الستيرويدس قولنا الستيرويدس مبدئيا هنديه مين هنديه للعيانين اللي هما كانوا يعني هندي له العيانين اللي هما كانوا اصلاً من البداية دول هتديهم هنديهم ازاي اما ندي بهم كن بلس يعني ما تدي اتنين ميلي جرام بر كي جي بر دي لمدة عشر تيام وبعدين تنزل على واحد ميلي جرام بر كي جي بر دي لمدة خمس تيام مع بيقول لك انه فيه يعني غير انك تبدي الاستيرويدس انك تجمع مع الاسبرين ده هو بيقولك في النون جابانيز بيشنت تمام بس احنا اتفقنا خلاص اللي انا قلتلكو عليه من دول دول دفنت اللي هياخدوا بجرعات اللي احنا اتفقنا عليها في عيانين بقى اسمهم ودول بيمثلوا من 10 ال 15% اللي هو مش نفع معا حاجة خلص اول لو انت بتسعب او بعد ما خلصت بتاعت الاسبرين وديت اسبرين وديت تسحبه ترجع تقوم الفيفر طلعالك وتموت تاني معنى فيفر رجعت تاني وانت برضو بتعيد نفسك كرة ان انت وتتأكد ان هزيه فيفر اكتيفتي يبقى معناها ان انت عندك انجون فاسكولايتس قالك خلاص اه في ترايلز بقى على الانتي تي ان اف آآ زي زي الانبريل و الانفلكس ماب قالك ان هي ممكن تنفع في الريفركتريك وازاكي بجرعات بقى البيدياتريك يا ولاد طب هتدي القد ايه وهتكمل لقد ايه نفس الفولقب بتاعنا لحد ما الفيفر يتحسن لحد ما الانيوريزم بقى يصغر وي كده في خلال سنتين فانت طول بقى السنتين دول انت بتتابع العيين وبتدي جرعات بتاعتك عادي وممكن لتر ان تتابع العيين الفولو اوب دي اخر حاجة يقولك البروجنوزز زي ما اتفقنا على حسب السفيريتي بتاعت الكرونري ارتري انفولفمت افتر البيز لاين ايكو كارديو جرام بتعمله في الدياغنوزز وبعدين بتتابع بقى كل اسبوعين وبعدين كل ستة اسابيع على مدار سنتين اه اه اكزاميناشن وهتتابع طبعا الفيفر وتتابع حاجة مهمة العيال دول في سن الصغية طب هتدي الفكسينز ولا مش هتدي سباشا لان هما ببلايف التنويد الفكسين بتاع الميسلز والبرسيل قالك لا استنى بقى كده مدة 11 شهر للعيانين بستات سباشالي اللي اخدوا اي في اي جي لان الاي في اي جي هينترفير مع الفكسين اميوني جيناستي ولا كأنك اديته حاجة هو اصلا الاي في اي جي على فكرة طريقة العمل بتاعته ان هو بيمسك في ريسبتور على ما يخليهاش تطلع فتخيل بقى هي اصلا بكرة الفكسين معتمد على القصة دي فانت لو اديته كأنك مدتش الفكسين فلازم على الاقل 11 شهر. آآ البلاد اللي فيها خلاص الموضوع ده يعني لازم يتخذ عمل لهم يبقى انت لازم دي ياخدوا وزي كده عندنا اللي هو ممكن بقى ايه طب نعم ياخدوا بقى ياخدوا من الفكسين طالما آآ مضطرين تمام? آآ كده خلاصنا يا شباب. آآ يا رب ما تكونوش يعني زهقتوا مني. ويا رب اكون آآ اكون ضيفة خفيفة عليكم. آآ طيب احنا يعني هنكمل ازاي بعد كده? آآ المفروض ان انا شواء الله الله وربنا قدرني في وبردو هبقى معاكم هنا على بتاعة ربطة الشرقية. وطبعا بشكر ماروة انها دايما بتديني فرصة ان انا اطلع وكون معاكم. آآ ادوني فيد آآ على اللايف النهاردة كان زريف ولا نرجع لكتابة آآ البوست تاني آآ آآ كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم يا شباب. نشوفكو على خير يا رب. باي باي. اشتركوا في القناة